الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين سينة 6 واللي بتنفذ الأفرع الرئيسة وإدارة الحرب الإلكترونية ولها يستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء 6 وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة وكفاءة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما نقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات وطالبهم بالحفاظ على جهزيتهم لمواجهة ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض مصر الغالية